حجة شهيدة على التليفون سلام عليكم يا حجة عليكم سلام ورحمة الله وبركاته والله يا دكتور لو سمحت عايزين نعرف ازاي نتبرق من جنوب الغيبة حاضر حاضر يا حجة الله يسعيدك ويحفظك حجة ويغفر لنا ولكم احنا قبل كده كان فيه اخ سألني انا فاكر كويس اوي سألني قال لي لو انا اغتبت حد اعمل ايا هو سيدنا بيقول عليه الصلاة والسلام من كان لو عند اخيه مظلمة من مال او من عرض فليتحلله منه اليوم يعني روح قل له سامحني انا ممكن اقول له انا غلطت في حقك في حاجة مش لازم اقول له انا تكلمت عنك يعني بس ممكن اقول له لو انا يعني ازيتك في حاجة او لو انا في مظلمة بيني وبينك لله يا اخي سامحني دي حاجة مهمة جدا الحاجة التانية انا اتكلمت مثلا عن احمد قدام الناس يعني مثلا انا اغتبت احمد صبري مثلا ويجيت كده على الهواء خلال كلام عننا ويجيت كده على الهواء اغتبت احمد على الهواء فزي ما اغتبت على الهواء اطلع ابرأه على الهواء في نفس المجلس اللي انتوا قاعدين فيه تروحي جامعة الناس تاني وتقولهم انا تكلمت عن فلانا دي غلط لا فلانا دي بريئة عملتش كده وانا اللي اخطأت ان انا نقلت الكلام ده وانا غلطت ان انا نقلت الكلام ده واخدين بالكم ده دي طريقة واخدين بالكم طيب مش هقدر اعمل لا دا ولا دا ادعيله افضل ادعيله لحد ما اظن ان انا كافئته وديته حسنات تساوي السيئات اللي انا شلتها بسبب كلامي عنه علشان خاطر المعاملة يوم الايهما هتبقى بالطريقة دي يا حسنات يا سيئات